إلينا مشاهدين الكرام هنا في الأستوديو المحلل السياسي أحمد علي أغلو سيد أحمد لو بدأت معك من هذه القمة والتحضيرات والأمال المعقودة عليها إلى أي مدى يمكن التفاؤل بنتائج هذه القمة يعني ياسين يبدو أن السلسلة الاعتداءات الروسية النظامية للأسد تستمر ويبدو أن المعركة في إدلب هي وشيكة يبدو أن تركيا لم تستطع بحال من الأحوال أن توقف الطمع الروسي والنظام والإيرانيين في القضاء والانقضاض على إدلب حاولت بشتى الطرق التعامل مع هيئة تحيير الشام ما تعرف بجبهة النصرة لتغيير اسمها للمحاولة إلى الوصول إلى آلية بطريقة أو بأخرى لكي تقوم بتطبيق نفس النموذج الذي قامت فيه في منطقة درع الفرات في جرابلوس والباب وعزاز لكن يبدو أن المنظمة لم تصغي إلى تركيا هي تريد أو لا تثق بالوعودات التي تقدمها روسيا والإيرانيين من جهة يعتقدون بأن الروس لا يمكن أن يتنازل عن المضي قدما في الانقضاض على إدلب لأنها بشكل أو بآخر هي محضن لكل القوى الثورية المتبقية في سوريا ولا يمكن للنظام أن يقبل ببقائهم ماذا عن الجانب الإنساني إلى أي مدى نجحت أو قد ربما تنجح تركيا غدا من خلال هذه القمة المرتقبة في تجنيب إدلب الكارثة الإنسانية المرتقبة في حال تم إجراء هجوم على المدينة وعلى المحافظة المشكلة في الثورة السورية وفي القضية السورية منذ بدايتها إلى الآن هي القضية الإنسانية يبدو أن العالم لا يكترث كثيرا إلى الأرقام التي تسقط من الشهداء وترتقي يوميا في سوريا والأمم المتحدة لا تتقن سوى الشج والاستنكار حتى الآن هذا القلق والشج والاستنكار لا تتقنه ترامب قال أنه قلق من استخدام الكيماوي في حال استخدامه الأساد إذا قاموا بقتل كل اللاجئين أو كل المواطنين في إدلب ما يقدر بثلاثة مليون جاءوا من مناطق مختلفة من سوريا إلى إدلب فلا مشكلة لديهم الآن المشكلة في تركيا أنها لا تريد لمثل هذه المذبحة كما قال رجل طيب أردوان الرئيس التركي أن تحدث وفي حال أن هذا الهجوم حدث فإن موجات من النزوح اللاجئين ستتجه باتجاه الحدود التركية وتركيا ليست مستعدة بالاستقبال مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين مقبلين على فصل من الشتاء لأنه من المتوقع أن تستمر هذه المعركة لا يمكن لجبهة النصر وهي تحرير الشام أن تلقي السلاح بسهولة لأنه يبدو أنها لا تريد تكرار سيناريو الغوطة ودرعة وما إلى ذلك فلذلك الموضع الإنساني أو الموقف الإنساني سيكون في أسوأ أحواله باختصار كيف يمكن أن تنعكس هذه المعركة على الوضع في الشمال السوري الشمال السوري كله يترقب لأنه في البداية إذا سقطت إدلب فإن النظام والروس والإيرانيين يصبح لديهم ورقة ضغط حقيقية يعني مناطق خفض التصعيد تنتهي فعليا على أرض الواقع ولذلك يبدأ الكلام على المنطقة التي تسيطر عليها اليابهاجا والواي بي جي وأيضا المناطق ضرعرفرات التي تسيطر عليها الجيش السوري الحر وتركيا النظام سيبدأ بالمطالبة بعودة هذه المناطق هل تستطيع أو هل ستسلم تركيا هذه المناطق إلى النظام باتفاقيات معينة مقابل أن يتخلصوا من وحدات أو ما يعرف بالواي بي جي في شمال الأذرع الأخرى أو السورية لحزب العمال الكردستاني الإرهابي في تركيا كل هذه الأمور الجميع يترقب وينتظر أن نتيجة معركة إدلب ستحدد مصير كل هذه المنطقة نعم أحمد علي أغلو المحلل السياسي شكرا جزيلا لمشاركتك معنا شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم